اهتمام بمجال الطيران والبنية التحتية تخدمها ورؤى من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تحققت ولا تزال تتحقق على ارض الواقع من خلال جميع الانشطة التي تخدم البنية التحتية للنقل في مجال الطيران والنقل الجوي في مملكة البحرين كما نثمن الجهود المستمرة بتطوير قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد بدورة تنفيذ عدد من المشاريع ومنها توسعة مطار البحرين الدولي والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لانشاء جسر الملك حمد وذلك في اطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطن حرص جلالة الملك المفدى على ان تكون مملكة البحرين رائدة في مجال النقل الجوي نظيرا لموقعها اللوجستي برز فيما تقيمه مملكة البحرين من فعاليات وابرزها معرض البحرين الدولي للطيران اذ اعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلت ليصبح معرض البحرين الدولي للطيران محطة مهمة على خارطة معارض الطيران الدولية اذ يجمع المعرض كبريات الشركات العاملة في قطاع الملاحة الجوية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاستفادة من التجارب الدولية ويطيب لنا في هذا السياق ان نشد على يد الابن العزيز وولي عهدنا الامين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة فيما يبادر به من خطط استشرافية وبرامج نوعية لاستدامة تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتنميته بحسب ما حددته اهداف رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اكد دائما وفي العديد من المحافل ان المملكة تسير بخطا ثابتة نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية وجل ذلك يأتي بفضل سواعد وجهود ابناء البحرين المخلصين فجالته ايده الله لديه الرؤية الشاملة والثاقبة وهو ايده الله الداعم بفخر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو ما ترتب عليه انجاز وفخر بحريني جديد تمثل في بدء العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي ترجمة نانسي قنقر